كشفت قناة NBC معلومات مفادها أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان يتعاطى منشطات جنسية تم العثور عليها في منزله في أبوتاباد في باكستان إلى جانب عقيرة أخرى ليست كما قال الأطباء لأمراض مزمنة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية التي استندت إلى معلومات NBC فإن بن لادن كان يتعاطى منشطات جنسية في هذا المجمع الذي عاش فيه خمسة أعوام في باكستان فقد تم العثور على فياقرا أعشاب في درجن في غرفة نوم زعيم القاعدة بعد دهم منزله الصحيفة نقلت عن قناة NBC أيضا قائمة بأدوية عثر عليها وتضمنت عقاقير لمعالجة ارتفاع ضغط الدم والقرحة المعاوية والتهاب الأعصاب والهربس ولم يكن أي من تلك الأدوية يوصف لمعالجة أمراض مزمنة كذلك تم العثور في درج بن لادن إلى جانب فياقرا الأعشاب على شراب الشوفان أو أذينا وهو محل اصطناعي يستخدم لعلاج الطرابات المعدة وفي الوقت نفسه كمحفز جنسي وبحسب الصحيفة فإن صحة بن لادن لطالما كانت موضعة كهنات خلال الأعوام الماضية ورجح البعض إصابته بفشل كلوي لكن بعد العثور على تلك العقاقير إضافة إلى اعترافات أدت بها زوجته الشابة أمل للمحققين الباكستانيين تبين أن بن لادن لم يكن في صحة متدهورة تلك المقابلات أظهرت بحسب الصحيفة البريطانية مدى شغف بن لادن بالأدوية العشبية التي لم يكن يستخدمها لعلاج أمراض مزمنة إذ أن أرملته الشابة أبلغت المحققين أنه كان يتمتع بصحة جيدة وأنه تعافى تماما من جراحة أجريت لكليته منذ عشرة أعوام وأن زعيم القاعدة لم يكن ضعيفا وكان لديه اقتناع بالعقاقير التي كان يتناولها ولا سيما الطبيعية منها